بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا اليوم رح نتابع ونكمل معكم موضوع شجرة البطم كلمنا في الفيديو السابق عن أشهر أنواعها وفوائدها بشكل عام وصمغها بشكل خاص وقيمتها الغذائية والطبية والاقتصادية والخلطات الطبيعية لاستعمالها من قبل النحفاء والنحيفات الرغبين في السمنة وزيادة الوزن واليوم رح نركز حديثنا عن زيت البطم وفوائده العديدة للإنسان داخليا وخارجيا أكدت بحوث علمية قامت بها جامع الدمشق للعلوم الزراعية أن لزيت البطم تركيبة كيميائية غنية بفيتامينات غير موجودة غالبا في عدة زيوت أخرى وهو ما يفسر انشغال الطب القديم والحديث باعتماد هذا الزيت كعلاج فاصل ونواصل تكلمنا في الفيديو الأول عن المستكة المستخرجة من شارجة البطم في الوقاية أو تخفيف أعراض سرطان القولون والآن نتكلم عن زيت البطم في الوقاية من الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي تتناول زيت البطم يوميا لمدة شهرين على الأقل يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون أيضا وإذا ما كانت موجودة فإنه يساعد على تثبيط الخلايا السرطانية ومنع انقسامها في الأمعاء وزيت شجرة البطم له فوائد طبية عديدة حيث يستخدم في الطعام مثله مثل زيت الزيتون وله نكهة خاصة وطعمه طيب المذاق يتكون هذا الزيت من نسب عالية من الأحماض الدسمة غير المشبعة التي تشكل أكثر من 75% من مجمل الأحماض الدسمة التي توجد في زيت البطم وهذا ما يجعل هذا الزيت عظيم الفائدة في دحر الكريسترول السيء في الدم وبالتالي في الوقاية من الأمراض القلبية الوعائية هذا الزيت يخفف من التهابات المفاصل الروماتيزمية التي تنتج عنها الآلام وتورم وسخونة وتشتد أكثر في الصباح وفي فترات الراحة ويمكن استخدامه عبر تدليق منطقة الورم ويستحسن هنا أن يكون دافئاً ثم يترق قليلاً حتى ينتصه جسم ليخفف من درجة الالتهاب كما يمكن إضافته إلى ماء الاستحمام لأنه يساعد على إرخاء العضلات يعالج أيضاً زيت البطم مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك وسوء الهضم والتهابات المعدة التي تسببها البكتيريا الضارة النشطة في منطقة البطن والأمعاء وذلك عبر تحفيز الجسم على عملية التمثيل الغزائي مفيد جداً في علاج الكثير من مشاكل الجهاز التنفسي والتهابات الشعب الهوائية ونزلات البرد والأنفلونزا فهو يساعد في التخلص من البكتيريا والمكروبات ويصف الحلق من البلغم ويحد من السعال والحك الشديدين عبر تدليق منطقة الصدر بزيت الضرو أو زيت البطن قبل النوم يقي زيت البطن من مشكلة الحساسية الموسمية الناتجة عن تناثر البكتيريا والفطريات في الجو خاصة في فصل الربيع وخاصة في الأماكن التي تكثر فيها مثيرات الحساسية مثل حبوب اللقاح وتسبب احتقاناً حاداً في الجيوب الأنفية وذلك بتقطير قليل من زيت البطن في فتحتي الأنف قبل النوم أو عبر وضع القليل منه في المنادير الورقية أثناء فترات العمل مثلاً ويعالج هذا الزيت زيت البطن أيضاً مرض البواسير بصنفيه الداخلي والخارجي فهو يحد من التهاب وانتفاخ الأوردة في منطقة المستقيم الذي يزداد مع كثرة الحركة وحمل الأشياء الثقيلة كما يقلل من الحكة والحرقة المصاحبين للمرض ويستعمل عبر تدليك المنطقة ثلاث مرات في اليوم كما يمكن وضع كمية منه في القطن ووضعها في المنطقة الملتهبة ويحتوي زيت البطن على مواد مهدئة للالتهابات الناتجة عن الحروق البسيطة والمتوسطة ويساعد في التئام الجروح في وقت قياسي ويمنع تكاثر الجراسيم والبكتيريا حولها أيضاً مفيد لمشاكل الفم فهو يمنع التهاب اللثة وتسوس الأسنان ويحد من جفاف الفم ويمنع تكون الميكروبات المسببة لرائحة الفم الكريهة ويمكن استخدامه أيضاً عن طريق المضمضة أو وضع كمية منه في فرشات الأسنان للحصول على نفس منعش وأسنان صحية وبيضاء يساعد أيضاً في ترطيب بشرة الوجه والحماية من أشعة الشمس والحروق البسيطة ويحميها من الجفاف كما أنه يصف في الوجه من حب الشباب والنمش والكلف ويفتح لونه ويمنحه رطوبة ونظارة يعالج أيضاً آلام الأذنين ويحد من انتفاخها وذلك بتقطير القليل منه في الأذنين وتركه لمدة عشر دقائق ثم تنظف الأذن بعناية أيضاً يفتح سدد الكبد والأوعية الدموية ويقيها من السموم ويعالج أيضاً تقصف الشعر الناتج عن الجفاف ليعمل في مقابل ذلك على تغذيته والحد من تساقطه ويزيده طولاً وكثافة وذلك بوضع كمية منه قبل الشامبو على شعر مبلل وتركه لمدة خمسة عشر دقيقة على الأقل ثم يغسل أو عبر استخدامه كبلسم للشعر بعد الشامبو ويستخدم أيضاً لتدليق أجسام الأطفال حدثي الولادة وأيضاً مزيل للاحتقان الوريدي واللمفاوي واحتقان لبروستاتا ومضاد للتشنج ومفيد للدوالي وثقل الساقين وإليكم بعض الوصفات للاستعمال الداخلي لأمراض المعدة والتهاب القولون والإسهال والتهاب الجيوب تخلط ملعقة صغيرة من زيت البطم مع ملعقة عسل أو تحل ملعقة من الزيت في كأس من الحليب وتأخذ مرة في اليوم كما يفيد دهن الصدر بزيت البطم لمعالجة الأمراض الصدرية ويستخدم في علاج السعال وعلاج التهاب القصبات وداء الربو وللاستعمال الخارجي وخاصة التهاب المفاصل يستعمل الزيت لتدليك المناطق المتضررة بحذر ولثقل الساقين عند الكبار نستعمل الخلطة التالية يوضع في قارورة مقدار ملعقة كبيرة من زيت البطم ويضاف 20 قطرة من زيت السرو و30 قطرة من زيت العرعار و20 قطرة من زيت الرند و30 قطرة من زيت الخزامة مع 20 قطرة من زيت النعناع لستعمل الخليط لتدليك موضعي خفيف مرة أو مرتين إلى غاية التحسن الكامل بها المناسبة رح نحط في صندوق الوصف هذه المقادير وأيضا هناك خلطة لدوال الساقين تخلط 30 قطرة من زيت البطم مع 30 قطرة من زيت النعناع ويدهن الخليط موضعيا على المناطق المعنية وتدلك بلطف 3 مرات في اليوم إلى غاية اختفائها وأيضا يتوفر في الأسواق مستحضرات عديدة من زيت البطم مثل صابون البطم وشامب البطم وبعض مستحضرات التجميل للشعر والجل يتكون صابون البطم من خليط من زيت البطم وزيت اللوز المر واللوز المر هو لوز القرعون اللي هو ثامرة المشمش قبل نضوجها عندما تكون خضراء منسميها أرعون وذلك بنسب معين ويدخل أيضا في تركيب بعض مستحضرات التجميل وبعض أدوية الأمراض الجلدية طبعا زيت البطم كما يتم إنتاج صابون البطم الصافي الذي لا يقل نفعا وفائدة عن صابون الغار المعروف صابون الغار معروف أنه من زيت الزيتون وهناك صابون البطم الصافي أيضا من زيت البطم بل يفوقه من الناحية الصحية لمساعدته في علاج بعض الأمراض الجلدية والمفاصل كما هو دارج ومعروف بين عامة الناس إذن صابون البطم الصافي لا يقل نفعا عن زيت الزيتون أو صابون الغار بل يفوقه من الناحية الصحية لأنه يعالج كثير من الأمراض الجلدية والمفاصل وإذا أردنا استغلاله والاستفادة منه اقتصاديا هذا الصابون نستطيع نشر ميزاته وفوائده والخواص التي يتمتع بها علميا مما يساعد على النجاح في تسويقه فهو طبيعي وصحي ويساعد في شفاء كثير من الأمراض ولسيما الأمراض الجلدية وهذه الخاصية معروفة عنه وأفضل أنواع زيت البطم هو ما تم عصره على البارد ودون خلط الأوراق مع الحبات حيث يعمد الكثير من الفلاحين أو التجار إلى خلط أوراق شجر البطم مع حباتها وذلك بغرض البحث عن الربح السريع والوفير حيث تؤثر عملية الخلط هذه على لون ونكة الزيت ليبدو بذلك قوية نكة وجميل اللون لكنها في الأصل تعتبر عملية غش ومن غشنا فليس منا أبعض الله عنا وعنكم الغشاشين حبيبنا ما هو رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع؟ طبعا هلا حكينا عن زيت البطم ولا ننسى أنه في الفيديو الأول حكينا عن كثير شغلات غير زيت البطم رح نحط رابط الجزء الأول من البطم من شجرة البطم في صندوق الوصف إن شاء الله للاسترسار والمقترحات أيضا وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقاتكم بنا من رحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن عجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد كما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته